أعلنت مؤسسة الحماية المدنية الجزائرية انتهاء عمليات الإنقاذ للأشخاص الذين حصرتهم سيول الأمطار في نهاية الأسبوع في ولايات عدة مشيرة إلى أن السيول والفيضانات التي شهدتها ولايات بشمال الجزائر نهاية الأسبوع الماضي أصفرت عن مقتل طفلين إضافة إلى خسائر مدية كبيرة بسبب تضرر أبنية ومساحات زراعية وعدد من موانئ الصيد الصغيرة وقد تعرضت مدينة فوغا بولاية تيبازة غرب العاصمة لخسائر مدية كبيرة وتستمر حاليا عمليات فتح الطرقات وسحب المخلفات التي جرفتها السيول في ولاية تيبازة وسط نقشات بشأن أليات الحد من أثار هذه الكوارث الطبيعية وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة